سنوصل اليوم دراساتنا في سفر القضاء وسندرس اليوم ايهود وشامجر ايهود هو القاضي الثاني واخر مرة درسنا فيها ماذا كان اسم القاضي الاول كان عثنييل القاضي الثاني هو ايهود والثالث هو شامجر والمقطع التالي هو في الواقع من الاية اتناشر الى عدد واحد وثلاثين ولكننا لاننا نريد ان نقرأ معا فانه يبدأ الان بما فعل بني اسرائيل لقد فعلوا الشر مرة اخرى بحلول هذا الوقت هل سأمتم من سمع هذه الكلمة مرارا وتكرارا انها تتكرر مرارا ومرارا وبالتفكير عن مدى تعب الله من رؤيتهم يفعلون ذلك يمكن اننا التفكير في الامر بمجرد اننا نسمع عنه مللنا ولكن كان ذلك يحدث بالفعل امر غير قبل التصديق ولكن كلمة اخرى هنا بالعبرية انها تعني الزيادة او بالاضافة الى لذلك فلم يكن الامر مجرد انهم يفعلون نفس الشيء مرة اخرى بل ان الخطيئة تصبح اسوأ في كل مرة لذلك فانه يستمر مرارا وتكرارا فالمشكلة هي الان هي ان الرب الشدد عجلون ملك مؤاب على اسرائيل لانه كان لديه لانهم عملوا الشر في عيني الرب لذلك استعبدوا لعجلون ملك مؤاب ثماني سنوات هل تتذكرون لائلة امس وعنما تكلمنا عن كوشان رشعتايم كم سنة كانت ثماني سنوات الان هذه المرة ثماني عشرة سنة كم من الوقت تعتقدون انه ستكون المرة القادمة سيكون النمط ربما يكون اطول لماذا هل يمكن ان يكون ذلك بحسب درجة خطاياهم ربما الان هذه المرة واجهوا هذه المشكلة الكبيرة اخر مرة كان ملكا مختلفا والان اصبح الملك الذي استعبدهم هو ملك مؤاب متحدا مع عمون وعمليك لاحظنا ان هؤلاء جميعا من تكوين سبعة واربعين انهم نسل عيسو والاخرين احفاد مؤاب هلا داينا هزا نعمل المشاكل ايضا عندما يزعمون انهم يؤمنون بالله لكن المشاكل تستمر في الظهور انهم يعيشون حياة المؤمنين حياة الكدسين ولكن بعد ذلك يصبحون مصابين بالخجل الشديد لماذا ان هذا العار انهم لا يستطعون حتى اخبار الاماكن المجاورة لهم على الرغم من انهم يعرفون لماذا لانهم الشعب الله المختار الذي من المفترض ان الله يحميه يشعرون بالخزي از يحكمهم اكثر الناس از يحكمهم اكثر ناس توضعا كان هؤلاء الشعب الذين قال لهم الله لن تدخلوا في مجمعي مجمع ابناء الله دعونا نفتح سفر التسنية اصحح ثلاثة وعشرين عدد ثلاثة لا يدخل عموني ولا مؤبي في جماعة الرب ولا يدخل احد من الناس لهم حتى الجيل العاشر ان هؤلاء الشعب هم الذين لعناهم الله وقال لن تدخلوا ابدا في جماعة الله ولكن بعد ذلك الان يتم حكمهم للاسرائيليين يا للعار خروج اصحح سبعتاشر عدد ثلاثة واربعتاشر فهزم يشوع ماليك وقومه بحد السيف فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع فاني سوف امحو ذكر عماليك من تحت السماء هذا ما قاله الله ليشوع عن عماليك قال الله ان يمحوه من الزكرة ان المؤبيين هم من ناس لعيسو اما بني اسرائيل فهم من ناس ليعقوب ما هي البركة التي لا يعقوب ان يكون اخوك تحتك وان يكون عبدا لك ولكن ما يحدث الان هو العكس هذا هو الوعد الذي اعطاه اياه لنا اليوم الله سوف تتغلبون على العالم الشرير ان ابناء الله سيكونوا نورا وملحا لهذا العالم ولكن الامر الان كأنه ان تكون متهدا او مستعبدا عقليا او روحيا من قبل افكار العالم الى بني عمون وعماليك ثم حدث في الاية 14 يقول فجمع اليه بني عمون وعماليك وصار وضرب اسرائيل وامتلكوا مدينة النخل ما هي مدينة النخل انها لقد وردت في سفر التسنية نكره انها هذه المدينة الممتدة حتى صغر ما هي البلد التي بجانبها انها اريحة ما الذي يميز اريحة ان اريحة هي المدينة الاولى انها اول مكان قال الله ان يحتفظوا به حتى لا ينسى المدينة التي قال الله ان لا تبنى حتى تتذكروا ان تلك المدينة هي تذكاركم بالانتصار العظيم الذي قدمته لكم وبعد اريحة ضمر يشوع هزم عماليك ثم كل الانتصارات التي حدست بعد ذلك عندما امنت بيسوع لأول مرة لقد تخليت عن عادات السيئة لقد هزمت خطياتي ولكن بعد ذلك مرة كل العمل الذي كان عليه هل لازال لديك مشاكل تعاني منها في بعض الاحيان يأتي الناس الى القصوص ويقولون انه لدينا الكثير من المشاكل او حتى الى الاطباء بسبب مشاكلهم الجسدية او الصحية في احيانا كثيرة يحتاج الطبيب لاصلاح المشكلة الحالية ان يتعامل مع مصدر هذه المشكلة لان يوجد سبب تسبب في تلك المشكلة ايها القصيص صلي من اجل عندي مشكلة نعم طبعا ولكن نحتاج ان نتعامل مع مصدر المشكلة عندما يذهب شخص الى الطبيب ويقول له انه عندي مشكلة يقول له الطبيب حتى لو كنت لا تحب الطبيب كان هناك وقت كنت لازلت ازور فيه طبيب للتقويم العمودة الفقري وكان علي ان اتحمل الوخز بالابر لانني كنت عاني في كثير من الاحيان من الام اسفل الظهر وفي كثير من الاحيان كنت اذهب اريد منهم ان يتقطقوا ظهري حتى اشعر بالارتياح او يقوموا بتدليج ظهري حتى يختفي الالم اذا عانيت من مشاكل الام الظهر فانك تسأل متى الى متى سيستمر ذلك طرق ظهرك وتدليج ظهرك يقومون بذلك ثم تشعر بالارتياح ولكن الى متى ربما يوم واحد ربما انها نفس المشكلة تأتي مرة اخرى لذلك يقول لطبيب عليك اصلاح نمط حياتك توقف عن الجهاز كثيرا امام جهاز الكمبيوتر الخاص بك لفترة طويلة وعندما تجلس فعليك ان تغير وضعياتك لذلك فانا اقول هل الان ستحل مشكلتي عندما اقف لا اقتنع بالكلام ثم اذهب الى الطبيب اخر وطبيب اخر فيقولون ليه الاطباء نفس الكلام انهم يكونون على حق احتاج الى التعديل طريقة حياتي احيانا بدل من ان تغير طريقة حياتك تبدأ في عدم الاعجاب بالقصة او تبدأ بالتفكير قائلا ربما احتاج الى انا اذهب الى قصة اخر او الى الطبيب اخر فاننا لا نحب ان نغير معايير حياتنا عندما تكون جزورنا فيها المشكلة عندما لا نستطيع محاولة الوصول الى الجزور فاننا لا نحب ان نغير طرقنا ولكن المشكلة لازلت موجودة ثم بعد ذلك تحدث مشكلة اخرى هل تفهمون ما اقول ان شعب اسرائيل قام بذلك الامر تجاه تجاه المشاكل التي كانوا يعانون منها مثل مشكلة زهري اقول انني عندي الام ولكن ما الذي يحدث ما الذي يحدث الالم ان المشكلة تقل ثم تزيد كان الامر نفس بنفس الشكل في قضيات القضاة كانوا في مشاكل تعود مرات اخرى لقد تعرضوا للعقاب من الله بالسبب الخطايا التي كانوا فيها وكانوا يظنون ان المشكلة في العقاب لكن كانت المشكلة في الاستمرار في الادعاء وخداع انفسهم بانهم لديهم الايمان وانهم يتبعون الطرق الصحيحة في نفس الوقت اعتقد ان هذه معركة العبادة انهم لم يعبدوا البعل ولكن كان ذلك موجودا في ازهانهم لقد كانوا يتبعون الثقافة بطرقهم الخاصة لماذا لماذا يمكن لاي شخص ان يؤمن بالبعل ان هل تعتقدون ان انه يوجد عبادة للبعل وعشتروس اليوم انهم موجودان اليوم في ثقافاتنا ما هي الطرق باي شكل ما هو الاسم الجديد لذلك ان البعل اسمه المال ف لماذا عبد الناس البعل لماذا يحدث عندما يحدث ذلك ان كثير من المسيحيين الذين يتبعون المسيح لا يؤمنون به فعلا ولكن واحد من المعالجين الذي كان يهتم بيا في تقويم العظام الذي كنت وازهب اليه كان اكبر مني ولكن كان ايضا كان يكون باصلاح ظهر احد الكصوص الكبار ايضا قال لي ان الجاذبية الارضية مستمرة ولكن جسمنا مصمم من الله وكأنه زنبولك فهو فهو منحني لكي يكون مريح ولكن عندما عندما تنحان للامام فانه يبدأ يقاوم الجاذبية ومن هنا تبدأ تحدث الخبطات والخشونة ان ظهرك يتعرض لصدمة في كل مرة تركض فيها او تجلس ولذلك فهو يؤملك عليك ان تفكر في مسألة الجاذبية انها تضغط على ظهرك ينبغي ان تحاول ان تسحب نفسك للعكس ان ذلك ساعدني على الاستمرار في التفكير في تغيير وضعياتي على رغم من انني لست جيدا حتى النهاية الا انني الان افضل بكثير وليس عندي الكثير من الضغط على العزام ان حياتنا الروحية ايضا توجد فيها قوتين تتجذبان قوة تجذبنا الى الاسفل انها كانه يوجد جاذبية ان كان اممكننا ان نقول انها قوة ارضية او جسدية وهناك قوة سحب روحي وهذا هو الصراع انه اننا نستطيع ان نرى ذلك المفهوم روحي حتى في الارض كأنه اللهوت الطبيعي كأن قوة تريد ان تسحبنا للاعلك اننا مثل ايلي او اخنوخ لذلك فالفكرة روحيا هي ان القوة العليا تحاول ولكن توجد قوة جذب اخرى خاطئة تسحبنا الى الاسفل لذلك فلدينا الله ولدينا العالم لدينا الله ولدينا العالم السفلي ان الله لذي فينا هو اقوى من العالم ونستطيع ان نركز على الامور الروحية ولكن بعد ذلك ان كان الامر كأنه مثل الشريط المطاط بمجرد ان تفلته فانه يرجع يرجع بشكل مفاجئ هذه هي انفسنا احيانا يكون المال هو الذي انافس الله ويحاول ان يتربع على قلوبنا وان يكون اعلى من الله في قلوبنا اننا في مرات كثيرة نخدم الله والمال في نفس الوقت يمكننا ان نختلق الاعذار بان المال هو الشيء الذي نحتاج هو لاجل حياتنا ونكن هل تعلم ويمكنك ان تختبر نفسك حول هذا الامر وان تسأل نفسك هذا السؤال اننا نقول اننا نكسب المال من اجل ماذا هل نحن صادقون اننا نقول اننا نكسب المال لاجل الاحتياجات ولكن نحن ما هو دفعنا هل من اجل الكنيسة سمعت البعض يقول انه لكي تتمكن من اكرام الله تحتاج ان ولكي تكون قادرة على ان تكون امينا في تقديس اليوم السابع وحتى في نفس الوقت لا يكون عندك نقصا في حياتك تحتاج الى العمل كثيرا خلال الاسبوع هل هذا حقيقي يمكنك ان تسأل وان تجيب على نفسك ولكن ما هو السبب الذي يجعل الناس في اغلب الاحيان يصبحون مضطربين في مجيئهم الى الكنيسة انه المال نقول انني اعمل من اجل الله ولكن هل ذلك حقي عندما تجمع الكنيسة التقديمات لبناء الكنيسة ماذا يحدث هل تعرف ما هي اغلبية امثال يسوع عن ماذا كانت تدور اكثر من خمسين في المية منها ربما سلاس ارباع من تعليم يسوع هي عن المال لماذا يقول الكتاب المقدس حيث توجد اموالك يوجد قلبك ايضا وحيث يوجد قلبك توجد اموالك لا يتحدث يسوع عن المال الحارفي ان الا نحاول ان نكتسم المال ولكن اه يقول حيث ما يوجد قلبك ان الله حتى في العهد القديم يقول ان الناس كانوا يعبدون البعل وفي العهد القديم يقول يسوع يتكلم عن محبة المال وان محبة المال هي اصل كل الشرور الاشخاص الذين نعرفهم بما اننا في هذا الموضوع انه لدينا عيد الشكر قادم المواطنون في الامم لديهم واجبات يدفعوا الضرائب في بعض الاحيان يدفعوا في بعض الاحيان يلتزمون حتى بالخدمة العسكرية هناك اربع او خمس واجبات رئيسية على المؤمن تجاه حقوق الانسان مهما كانت البلد ايان كانت البلد التي تعيش فيها ولكن انا وصلنا الى عصر حيث انه من الحساس جدا ان تتحدث عن ذلك بعض الناس يقولون ان هذا كان فقط في العهد القديم خامن ماذا لقد تحدث يسوع عنه في العهد الجديد كل ما كان عليه يسوع كل ما قاله يسوع كان ذلك منذ وقت منذ وقت طويل قد كان ذلك قبل الفين عام من الان اما اليوم فبسبب تغير الظروف و فلا ينبغي تطبيق ما قاله قال الله اعطيكم تسعة اعشر وانتم بتعطوني عشرا واحد وهذا الواحد ينبغي ان يقول لكن بعض الناس يقولون ساخذ العشرة كلهم واقسمهم الى اجزاء مختلفة لذلك ساستخدم البعض للشراء رابطة عنق او وساكون ببعض الاعمال مثل الشراء الطعام لبعض الاشخاص في الكنيسة وسأنفق جزءا منهم في ذلك الامر لا تستخدم اموال الله لا تشتري شيئا من الجزء اللازم من المفترض ان تقدمه لله لا تستخدم الاشياء التي تظن انت انه يجب على الناس ان يفعلونها في الكنيس لماذا يقول البعض انني لازلت لازلت اخطئ ما هو الخطأ في تقديمي هذا ليس هذا ليس هو الطريقة التي تكلم عنها الله هناك شيئا اخر في كنيساتنا فبعض الاشخاص يقعون في التعليم المتطرفة بخصوص طريقة تنفيذ تقديم العشور الخاصة بهم فهم يتوقفون عن دفع العشور عندما يكونون في في مرات كثيرة حينما يكون هناك تعيين للشيوخ او القاض في الكنيسة وخاصة القيادات فانهم لا يلتزمون بالواجبات التي عليهم وليس ذلك فقط فكل هذه الاشياء التي تحدثنا عنها هنا ينبغي ان تسأل ان ان القصة يقول شخص ان القصة تكلم عن نفسه لانه يريد شاء لنفسه هل المال يستعبدك دعونا نرجع الى سفر القضاء لماذا تستمر هذه المشاكل في العودة انت تعرف في الخدمة في حياة الايمان خاصة بنا هل لاحظت ان مشاكلنا والقضيانا تدور وتدور وتعود حتى متى ما هي المدة كم من الوقت تستغرق نفس المشكلة لتعود الى حياتك اما انك لا تكرر ذلك ابدا ان الشيء الذي كان يضيقني واعتقدت ان انا سعتني به لكن بعد ستة اشهر عادة مرة اخرى او بعد مرور عام يعود كم من الوقت يستغر ذلك انها عادات السيئة تعود اعتقد ان انا تخلصت من ذلك الشيء اعتقد انني تحررت لكنني كنت اجذب على نفسي وان المشكلة تعود مرة اخرى ان الشعب اسرائيل في البرية كانوا يتزمرون ليس كذلك لماذا كما تعلمون ليس لانهم ليس لديهم شهادة صحيح ليس لانهم لا يملكون الايمان ليس لانهم لا يؤمنون بالله ولكن ذلك لان الايمان لا يتعلق فقط برغبة شخص ما في حياتك بعد ان انقسم البحر امامهم واستطاعوا ان يسيروا في وسطه هاي يمكنك ان تتخيل ذلك كيف يصبح ايمانك ان حدث معك ان ترى ان تذهب الى البحر وان تسير فيه ان تعبر البحر بهذا الشكل ان كان لديك تجربة بهذا الشكل فهل سيتعظم ايمانك هل تعتقد ذلك ماذا عن ايام الروحة لم يستمر ايمانهم سوى ثلاثة ايام حتى نقدوا العهد لماذا لانه ليس لدينا اختبارات مزهلة يسمح الله بنا ان نعبر بها هل هل نقول وقت الاختبار هذا رائع جدا ولكن بعد ذلك نتزمر مرة اخر لماذا لماذا بدأوا بالتزمر مرة اخرى نقول انه كان الامر الاساسي في اصل مشاكلهم متعلق بالمال عندما يكون الوضع في الحياة اكثر اهمية صحيح اقول انه ان قام شخص ميت الى الحياة فان زلك سيجعل انه اؤمن هل زلك حقيقي انا ارى الكثير من الاشخاص يتحدثون هل سيغير زلك شيء ول فترة من الوقت كان الامر كذلك ولكن الامر كان له مدة كل هؤلاء القضاء في زمن القضاء كانت فترة كانت توجد فترة لكل قاضي كان لديهم شهادات مزهلة ومعجزات حيث لا يستطيع ان يفسروا غيرا انه يجب ان يكون الله هو الذي يفعل ذلك ولكن بعد ذلك كان يمكنهم الرجوع مرة اخرى يقولون رائع 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 ثم يعود الانسان الى الحياة يقول الان ليس لديه وقت للطعام لديه وليس لديه حياة مريحة نعم اعتقد ان البحر فعلا قد انشك واعتقد ان ذلك الرجل قام من الموت لكن حياتي الان ليست مريحة جدا كان ذلك بسبب معاييرهم بسبب بضعهم الروحي لذلك تستمر الامهم في العبادة وخطياتهم تستمر في العودة لذلك علينا ان نسأل انفسنا ما هو معياري ما هو الهدف من حياتي هل هو نفس ما يقوله لي العالم ما يقوله لي العالم هو انه في هذه الايام من الصعب جدا فعلا الجدل ضد هذا العالم للدفاع عن ايمان لان حجتك في مستوى مختلف لذلك فقدوا كل شيء فماذا يفعل الله كاجابة هذا هو الحل الذي كان عند الله لهم لذلك دعونا نصلك يعطينا الله الحل ايضا ماذا كان الحل عند الله لقد ارسل رجلا اسمه يهود اسمه يعني الاتحاد او المتحدين كانت المشكلة التي عنده انه كان من صبت بن يمين نقرأ ذلك في سامويل الاول تسعة واحد وعشرين هل تتذكر عندما تم اختيار الملك الشاو اللي يصبح الملك ده قد كان متوضعا جدا وقال انني من اقل الاصباط وكان به عيب في يده على جسد ما هو العيب كان اهود رجلا اعصر اشوال هل يوجد رجلا اشوال هنا انا هل يمكنك ان ترفع يدك حسنا انا لا احاول ان اقول انه لديك عيب هنا في هذا الصياق عندما يقول انه اعصر فهذا يعني ان يده اليمنى كانت لا تعمل لا تتحرك لذلك لم يتمكن من استخدام يده اليمنى لهذا السبب كان اعصر فان كان الله سيخلص الناس يخلص شعبه بني اسرائيل من سلاس بلاد مؤاب وعمون فالى متى لقد كانوا تحت تلك تحت ذلك الاحتلال لمدة تمنتاشر سنة فلو كان الله سيرسل شخصا ليحررهم من هؤلاء البلاد السلاسة فما هو نوع ذلك الشخص الذي يمكن ان يرسله هل سيكون مثل كابتن امريكا لابد انه سيكون شخص زكي جدا من الحالة استراتيجية وموهوب من الحالة دبلوماسية ويتمتع بخبرة عسكرية كبيرة لكن هذا رجل صغير لان به له حتى ان يستخدم يده اليمنى تخيل رجلا لا يستخدم يده اليمنى يمكنه ان ينقص بيديه اليسرى ام بالكامل كان من اصغر سبت دعونا ننظر الى ما حدث سوف نكمل الكراءة في الايات من ست وصرخ بني اسرائيل الى رب فقام لهم الرب مخلصا يهود ابن جير البني ميني رجلا اعصر فارسل بني اسرائيل بيده هدية لعجلون ملك مؤاب فعامل ايهود لنفسه سيفا زح الدين طوله الزراع كم يبدو الزراع من هنا الى حفة اليد حوالي خمسة واربعين سنتي فلذلك صنع يهود الخنجر بذلك الحد وكان يخفيه تحت ملابسه هل يمكنك ان تتخيل ذلك انه مثل فيلم سينمائي فكر في هذا العمل التجسسي اليد الامنة هنا لا يمكن ان يستخدمها الرجل زوء اليد اليسرى يضع سيفا طويلا او خنجرا له حدين وتقلده تحت ثيابه على فخزه اليمنى كان عليه ان يسحبه بهذا الشكل وقدم الهدية لعجلون ملك مؤاب وكان عجلون رجلا سمينا جدا هل يمكنك ان تتخيل هذا لقد كانت اسرائيل شريرة جدا او غبية جدا لدرجة انه كان يحكمها هذا الرجل السمين غير النشط هذا الرجل يمثل مصدر مشكلة التي نمر بها فكر في ذلك والله يرسل اهود رجلا اعصر رجلا اعصر لكي يدمر هذا لماذا لم يوجد شخص افضل لذلك عندما انتهى من تقديم الهدية ارسل الاشخاص الذين يحملون الجزية بعيدا لذلك اعتقد انه جاء مع الاشخاص الذين يحملون الجزية كانوا يقدمون الجزية انه ليس امرا يدعو للفخر صحيح ليس الشيء الصحيح لقد اتى كعبد صغير يدفع ثم في الاية تسعتاشر واما هو فرجع من عند المنحوتات التي لدى الجلجال وقال لي كلام سر اليك ايوها الملك لذلك فهو يخرج مع اولئك الذين يقودهم ثم يودعهم ويرجع ويقول لهم يقول الملك لدي كلمة اليك ماذا ستفعل لو كنت مكان الملك انجيت اليك اليك هذا الاسبوع وقلت فنذهب الي مكتبي لنتكلم كلمة لقد قال انه لديه كلمة سر لذلك نتعجب لقد ارسلها الاشخاص الذين كانوا معه بعيدا وقال استمع انت تعتقد ان ذلك الملك كان يفكر انه يوجد شيء خاص كان السر غير مسموح للجميع ان يعرف ولا يستطيع كل شخص ان يقترب ثم قام الملك من مجلسه لكنه مد يده اليسرى وضرب الملك هل تتذكرون ايام الاطفال عندما كنا نتخيل هؤلاء الابطال ان هؤلاء القضاء هما من نفس النوع هنا ان انا كان نصور فيلما من هليود هنا كل كنيسة تعرف تلك السيوف ما الذي حدث لقد سحب السيف وكانت اضرب الرجل بالمقبض فانطبقت الدهون على السيف ربما ان انه دفع السيف بقوة وحاول ان يسحب السيف لكن السيف لم يخرج اني اتحدث عن ذلك الرجل لقد فقد قدرتي على الامساك بالصيف يقول في عدد 25 فلبسوا حتى خاجله واذا هو لا يفتح ابواب العلية فاخذوا المفتاح وفتحوا اذا سيدهم ساقطا على الارض ميتا واما اهود فنجأ اذا هم مبهوتين وعبر المنحوتات ونجأ الى سعيرة وكان عند ما يجي ايه انه ضرب بالبوك في جبل افرايم يبدو كأنه كان يوجد حمام في تلك الغرفة وكان مقفل لذلك قالوا ان الملك لابد انه في الطويلت ربما نفكر قائلين ربما فكروا قائلين ان الملك يستريح ويقول ويقول الكتاب انهم انتظروا حتى خجلوا انتظروا كثيرا جدا هل يمكننا التحقق مما كان يحدث ولكن فجأة اصبحوا مصدومين لقد حوالوا ان يفتحوا الباب ولكن الباب لم يكن يفتح فاخذوا المفتاح وفتحوا الباب واذا فوجدوا سيدهم سقطا على الارض والان فهو قد هرب فنزل مع يهود بني اسرائيل عن الجبل وهو قدامهم وقال لهم اتبعوني لان الرب قد دفع عدائكم المؤابين ليدكم فنزل وراءه واخذوا مخضة الارضن اولى مؤاب ولم يدعو احدا يعبر فضربوا من مؤاب في ذلك الوقت نحو عشرة الاف رجلا وكل نشيط وكل زيباس ولم ينجو احد فزل المؤابين في ذلك اليوم تحت يد اسرائيل واستراحت الارض سمانين سنة سمانين سنة كانت مدة راحة الارض ربما انك تعتقد انه ان ارسل الله عملاقا لانقاذ امه فلم يكن سأكون انا او انت كان يكون شخصا عملاقا لكن اهود كان عليه ان يتصرف لقد اخرج السيف سرا لماذا تصرف بهذه الطريقة تذكر ان انا طرحت هذا السؤال الاسبوع الماضي لو كان براد بي توقفا هنا في صلة الالعب الرياضية فان الكنيسة ستفيد بالناس لا يمكن للراعي ان يكون اكثر جمالا او اطول او اكبر سنا لماذا كان على الله ان يستخدم اهود وهو رجلا اعصر لو كان كل عضو في الكنيسة او كل من يكون بعمل الله اكثر زكاء من جميع الاشخاص الاخرين او اسعد او اجمل من الاخرين نقول الن يكون ذلك افضل ولكن مع ذلك وبعد كل الاموال ان يكون لديك مال اكثر من الاخرين وصار اكبر من الاخرين هل سيكون فعلا التبشير وقتها اسهل بكثير هذا ليس هو الحال لماذا فان ليس هذا ما يقول الله دعونا نلقي نظرة وحدة نظرة على اي وحدة عن الشمجر في عدد 31 وكان بعده شمجر ابن عنا فضرب من الفلسطينيين 600 رجل بمنخس البكر لم يساعده اي احد ربما كان ذلك الرجل راعي او مزارع انه رجل عادي من المعروف ان الفلسطينيين محاربون الشجعان وقوياء جدا هل هل يمكنك ان تتخيل رجلا ليس بسيف وليس بمسدس حتى لو كان لديه مسدس يكون الامر شبه مستحيل ليس كذلك بالعصى يمكنه ان يقتل 600 شخص هذا مستحيل ما الذي يحاول الله قوله هنا يقول يا بني اسرائيل انتم اغبياء جدا لا ينبغي ان اقول هذه الكلمات انا متعب جدا لان هؤلاء الاغبياء يحكمونكم لمدة 80 سنة في حين ان الرجل الاعصر الصغير يمكنه هزيمته بين عشياء وضحاها لقد كنتم ايه فين من الفلسطينيين لكن هذا الرجل العادي الذي يحمل عصى يمكنه هزيمة 600 منهم ان الله يقول لنا ان مشكلتك ليست في الشيء مشكلتك هي مشكلتك هي انك تصق في شيء اخر ثم تشكو الى الله ان وضعياتك ليست مستقيمة ولذلك تشتكي من رقبتك تحتاج ان تقوم وضعك بهذا الشكل تحتاج ان تصحح حياتك الروحية وان تلتزم بواجبات القدسين التي ينبغي ان تعملها ثم تنحل المشكلة استخدم الله رجلا غير قادر على استخدام يده اليمنى لكي يريهم شيئا معين انه يستطيع ان يستخدم شيئا عاديا وانهم طالما وضع انفسهم في يد الله فان عاصة واحدة قدرة على زيمة الاعداء كان الله هو الذي يمسك تلك الامة انها ان هذه هي المعجزة لم يكن رجلا او اعصر وضعيفا فقط لكنه كان وثقا في الله عندما تكون في علاقة مع الله فانه فان معاييرك تبدأ تتصحح وبالتالي فان المشكلة التي كانت موجودة وتزعجك طول سمانين سنة ماضية سوف تختفي بين عشية وضحاء هل تصدق ذلك؟ دعونا ننتقل الى كورونسوس الاولى واحد الايات السبعة وعشرين وثمانية وعشرين يقول بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود لكي لا يفتخر كل جسد أمامه أيضا من رسالة كورونسوس الثانية صحة 12 عدد 19 صحة 12 عدد 9 صفحة 9 فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل فبكل سرور أفتخر بالحرية في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح لذلك أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والإضطهادات والضيقات لأجل المسيح لأن حينما أنا ضعيف فحينازن أنا قوي إن أنا هذا الشعب الذي اختاره الله قد تكون قوتنا غير كاملة قد لا نستطيع استخدام يدنا اليوم ولكن الله اختارنا نحن الضعفاء ربما أن حالتنا الجسدية حالتنا الروحية حالتنا الصحية أقل لكن الله اختارنا لنخلص هذا العالم عندما نفعل ذلك بمفردنا لا نتمكن أبدا من القيام به لكن عندما الله يده علينا سنصبح أقوى من الأقواء نحن هو العصاء الصغيرة التي يمكن التخلص منها ولكن عندما يمسك الله بهذه العصاء ربما ربما دعونا لا نستسلم لن نستسلم بسبب المشاكل الصغيرة التي تبدو كبيرة ولكنها يا أبدا اليمنى اليمنى وإذا أمسكت بيدنا اليسرى واستخدمتها فإننا نصبح يدك اليمنى لذلك ساعدنا أبانا أن نتمتع بقوتك هناك أشياء تزعجنا ربما استمرت 18 سنة أو 20 سنة لكن ساعدنا أن نتحمل وأن نكون مخلصين أيها الآب هناك أشياء تزعجنا هناك أشياء مظلمة واتهضات وإهانات أشياء مختلفة تأتي من أعمق قلوبنا أيها الآب ساعدنا أن نتخلص منها وأن نعبدك بفرح القلب ونقدم لك الشكر نقدم إليك أيضا يا رب هذه التقدمة اليوم كي تنال مجدك ويتمجد اسمك نصلي كل هذا في اسم سوى المسيح آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى